لو يعني في دقيقة ونص لو عاوز يعني كتير ناس عم بتشاهدنا ايه الرسالة الاخيرة اللي عاوز توجهها الرسالة الاخيرة اللي حب أقولها النفس والأحبائي الله القدوس المحب أرسل يسوع المسيح ليموت على الصليب ويغسلني بدمه لكي أطهر وأأخذ طبيعة إلهية طهرة مقدسة وكل يوم يريد أن يزودني بقوة ونعمة من خلال الكتاب والروح القدس حتى أعيش طاهرا روح الجسد تعال إلى المسيح التصق بالطاهر وما أسعد وأروح حياة الطهارة حياة النقاوة اللي تجلب الفرح والسعادة إلى القلب ولا تنسى أخيرا أخي أختي أنني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني شكرا جزيلا أخ إليا ربنا يباركك ويبارك خدمتك وابليز دايما زورنا وربنا يستخدم ويستثمر هذه الحلقة لتحرير نفوس كثيرة من قبضة الشيطان وإحنا فعلا هاي تحتاج إلى صلاة تحرير إنه رب يكسر القيود والأصفاد والأغلال وفعلا تتحرر بالكامل وعاوز أختم بآية من تسالونيك الأولى إصحاح خمسة والآية 22 و23 مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح فأنا بصلي من كل قلبي إنه ربي ثبت المؤمنين وفعلا إذا إحنا عم نتساهل مع موضوع الخطية خلينا نفكر إنه الخطية إلها نتائج وإحنا محتاجين نتحرر ونطلب وجه الرب إلهنا هو إله كل نعمة هو إله الغفران الرب اللي غفر لدأود واللي غفر لإنكار بطرس هو يغفر ويقدس وفعلا يكمل عمله معنا وفينا من خلال الروح القدس فأنا بدعوك اليوم إنك انت طعت حياتك بالكامل ليسوع المسيح وصليها قل له يا رب قدسني حررني من كل نجاسي وبصلي اليوم إنها تكون طلبتك وصلاتك وإذا محتاج مساعدي تواصل معنا الرب يباركك اشتركوا في القناة